توافد عشرات الألاف إلى المسجد الأقصى المبارك مساء الأربعاء لإحياء السابع والعشرين من رمضان وقدرت الأوقاف الإسلامية المشاركين في صلاتي العشاء والتراويح بمائة وثمانين ألفا فتشهد المدينة وجودا أمنيا مكثفا لقوات الاحتلال استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مداهمة مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة كما أصيب أخرون نقلوا إلى مستشفى بن سينا في المخيم وخلال اقتحامها مخيم جنين ألصقت قوات الاحتلال الإسرائيلي إعلانا بالهدم على منزل الشهيد رعد حازم منفذ عملي التل أبيب لم يبقى شيء على حاله في منزل عائلة أبو الهيجة في مخيم جنين شمال الضفة الغربية دمار كامل وتخريب لممتلكات العائلة وترهيب للأطفال والنساء تقول شقيقة عاصم أبو الهيجة الذي اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرا بعد أن داهمت منزله خبرنا شو صار؟ بتحموا البيت بعد صلاة الفجر طبعا عاتوا في الأرض فساد تخريب البيت بشكل كامل هجموا عليه ضربوا وحاولوا يضربوا إمي كمان بس حكنا لهم مريضة واعتقلوا ما منعرف لحد الآن كيف وضعوا الصحي ولا هم وين موجود الحمد لله على سلامتكم اقتحام مخيم جنين جاء الاعتقال عاصم واثنين آخرين وأيضا علقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اختارا بهدم منزل رعد حازم منفذ عملية تل أبيب قبل أن تنسحب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين والمدينة أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين الشباني وقوات الاحتلال أسفلت عن استشهاد الشاب أحمد مساد من قرية برقين جنوب مدينة جنين شيعه الفلسطينيون بعد الصلاة الظهر إلى مثواه الأخير هذه الإعدامات الميدانية وقتل الفلسطينيين دفعت رئاسة الوزراء الفلسطينية وفصائل المقاومة لإدانة جريمة قتل مساد وطالبت المجتمع الدولي بالخروج عن صمته وبدء محاسبة الاحتلال يارى العمل العربي من مخيم جنين شمال الضفة الغربية أكد العاهل الأردنية الملك عبدالله الثاني وقوف بلاده الكامل إلى جانب الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة ودعم صمودهم وشدد العاهل الأردني خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين بناء على حدود الرابع من يونيو عام 1967 ودعا إلى العمل مع الدول الفاعلة والمجتمع الدولي لاستعادة الهدوء في القدس ومنع ما تتعرض له من اعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية وسكانها من المتوقع عن تعقد إسرائيل والأردن اجتماعا للجنة شؤون القدس المشتركة بعد رمضان لمناقشة زيادة التنسيق بين الطرفين ومحاولة الاتفاق على إجراءات من شأنها أن تساعد في تخفيف التوترات ومنع الاشتباكات داخل المسجد الأقصى ومن القضايا الرئيسية المتوقعة طرحها للنقاش الطلب الأردني بزيادة كبيرة في عدد حراس الوقف في المسجد الأقصى بما يعزز مكانتهم ويسمح لهم بمنع الاشتباكات في المسجد الأقصى وما يلغي الحاجة إلى وجود الشرطة الإسرائيلية والتصرف فرديا من ناحية أخرى ووفقا لمصادر إسرائيلية وغربية سيجري رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت أيضا الليلة تقييما للوضع قبل صلاة الجمعة الأخيرة من شهري رمضان وللمزيد ينضم إلي من رام الله عماد أبو عواد الخبير بالشأن الإسرائيلي أهلا بك سيد عماد ما المتوقع من هذا اللقاء الإسرائيلي الأردني هل يمكن أن ربما يصل إلى تفاهم يخضي إلى تهدئة في الأقصى أم أنه ربما مجرد بادرة حسنية من المبكرة البناء عليها تحياتي لك لابد من الإشارة في البداية بأنه كان هناك غضب إسرائيلي كبير على أعلى المستويات السياسية من رئيس الوزراء إلى وزير الخارجية من الموقف الأردني الأخير فيما يتعلق بالمسجد الأقصى خاصة في ظل ما اعتبرته إسرائيل رفع الصقف عاليا من قبل الأردن أنا باعتقادي يأتي هذا اللقاء فقط لترطيب الأجواء ما بين البلدين بعد التراشق الإعلامي الأخير وبعد الأحاديث الكثيرة التي دارت على أن العلاقات توترت على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى الحقيقة التي لا بد من الإشارة إليها دائما بأن مسألة المسجد الأقصى باتت تتجاوز حقيقة الأحداث فيها على الأرض المستويات القيادية سواء في الأردن أو فلسطين أو كذلك في دولة الاحتلال نحن نتحدث عن الآن رغبة جامحة من اليمين المتطرف بفرض معادلات على الأرض والحكومة الإسرائيلية يبدو غير قادرة على لجم هذا اليمين في المقابل حقيقة هناك ردة فعل فلسطينية قوية في اتجاه الحفاظ على المكان والتواجد فيه واستمرار وجوده كمعلم إسلامي فلسطيني فقط وبالتالي نحن نتحدث عن قضية باتت تتفاقم وتتزايد وباعتقاد اللقاءات ما هي إلا في إطار ترطيب الأجواء وربما محاولة استعادة العلاقات ومحاولة ربما إيجاد صيغة معينة لتهديئة الأوضاع ليس إلا طيب الأردن يطرح حلولا بالتفاصيل ربما للأزمة في المسجد الأغصى وعلى رأسها زيادة حراس الوقف الإسلامي من أجل عدم الحاجة لتواجد الشرطة الإسرائيلية كيف ستستجيب تل أبيب لهذا المقترح بتقديرك؟ باعتقادي لن يكون هناك استجابة لهذا المقترح ربما يكون هناك زيادة في عدد الحراس لكن في المقابل هناك سياسة ممنهجة إسرائيلية مرتبطة بالاقتحام الذي بات الشبه يومي للمسجد الأغصى من قبل المستوطنين نحن نتحدث عن 40 ألف مستوطن يقتحم المسجد الأغصى سنويا الآن هؤلاء لا يدخلون إلا في ظل وجود الشرطة الإسرائيلية التي تقوم بحمايتهم وإدخالهم من باب وإخراجهم من الباب الآخر وبالتالي قيام الحكومة الإسرائيلية بعدم الدخول إلى ساحات المسجد الأغصى يعني منع الاكتحامات بشكل كامل وهذا الأمر مستبعد في ظل أمرين الأمر الأول أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة ضعيفة ثانيا أنها تعتبر نفسها حكومة يمينية وتريد إشباع رغبات اليمين المتطرف على وعلى قضية مهمة بأن اليمين الآن منتشي في ظل زيادة عدد الاكتحامات وبالتالي لن يقبل بالعودة إلى صيغة ما قبل عام 2000 وبالتالي هذا الأمر باعتقاد تجاوزته الحكومة الإسرائيلية فبالتالي هذه المطالب ربما تكون في اتجاه زيادة عدد الحراس قد يكون هناك استجابة لكن ألا تدخل الشرطة الإسرائيلية باعتقاد هذا سيكون مرفوض من قبل حكومة الاحتلال طيب لكن أيضا المتابع للتطورات في المسجد الأغصى منذ بداية شهر رمضان على الأقل يرى بأنها تمضي بوتيرة ربما مستقرة هي لا تتصاعد ولا تقل سواء لناحية الاجتباكات لناحية الاقتحامات وحتى لناحية المظاهرات التي يقوم بها الفلسطينيون لأي درجة قد يتحول هذا الوضع إلى وضع منفجر أو يفلت من عقاله على الأقل في ظل هذا التعنت الإسرائيلي الذي تتحدث عنه باعتقادي الأمور تتفاقم يعني من يشاهد الصورة عن قرب وربما من خلال ما يحدث على الأرض يدرك تماما بأن الصورة أقرب إلى الانفجار في المدينة المقدسة نحن نتحدث عن عدة متغيرات الآن في المدينة المقدسة المتغير الأول ما يقوم به الفلسطينيون من رغبة في حماية المكان المقدس بكل ما أوتوا من قوة وفي ظل إيمانهم العميق بأن التصدي والمقاومة هو الحل الوحيد للوقوف في وجه الاحتلال الأمر الثاني ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من زيادة عدد المكتحمين وكذلك السماح لهؤلاء المكتحمين بالصلاة داخل المسجد الأقصى والأهم من ذلك ما تقوم به الجمعيات الاستيطانية الآن في محيط المسجد الأقصى وحديثها عن الوصول إلى المرحلة النهائية من بناء الجسر فوق المسجد الأقصى المبارك الأمر الذي يعني أن ساعة الانفجار الكبير باتت قريبة في ظل هذه السياسات السؤال المركزي سيكون هل بإمكان الحكومة الإسرائيلية قمع حراك المتطرفين وبالتالي تكون الأمور أقرب إلى الهدوء في ظل وجود احتكاك دائم بسيط أم أنها لن تستطيع السيطرة وبالتالي نحن أمام مشهد متفجر في أي لحظة شكرا شكرا جزيلا لك عماد أبو عواد الخبير بشان الإسرائيلي حدثنا من رأس